كثرة الكلام على مسألة العربيات اللي من حق المصريين العاملين في الخارج أو المقيمين أو المهاجرين نهما ينزلوها مصر علو وتبقى ملاكي وما يدفعش الجمرج بس الوديع تفاصيل طيب نفهم التفاصيل واحدة واحدة وإحنا بنرحب أولا بستة النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صديق العزيز أخويك كبير زمالنا العزيز زمال لما كنا كلنا بنشتغل في نفس دعاية المهنة الرائعة النطيفة إزاي حضرتك يا سيد مصطفى إزاي الصحة صديق العزيز والسيد يوسف سعيد باللقاء ننورنا أستاذ مصطفى إيه الحكاية الحكاية يا سيد يوسف إحنا لازم نفهم في الأول والمشاهد يعرف ليه القانون تعمل أنا عندي مدة 88 من الدستور بتقول إيه بتقول إن الدولة تكفل رعاية مصالح المصريين في الخارج وحماياتهم وتحقيق مصالحهم جميل يعني أنا هنا رقم واحد عندي التزام دستوري آه إن أنا أحقق للمصريين في الخارج مصالحهم وطلباتهم لماذا الدولة استجابت لدى قبل كده لما عملت مبادرة بيط الوطن صح في الأراضي طيب ظهر مطلب تاني للمصريين في الخارج من سنوات بيتكلموا فيه اللي هو إيه أنا بكون في الخارج وعندي عربية باستخدمها لما باجي أنزل مصر ما بعرفش أجيب عربيتي ما بقدرش أجيب عربيتي باضطر إن أنا بح هناك بتمن أقل وأجي هنا أشتري عربية أقل في المدلة أو أقل في الوضع وأقل في القيمة طيب كثرت المطالبات الحكومة المصرية استجابت لمطالب المصريين خلال السنوات دي وحققت الالتزام الدستوري اللي في المدة 88 فدرست وأنشأت مشروع القانون في مجلس الوزر وفج عليه الأربع الماضي وأحل مجلس النواب حل يعني فيه التزام دستوري وفيه استجابة المطالب طيب اتعاملنا إزاي إحنا مع القانون أنا ليا أستاذ يوسف ده تامن دور انعقاد في مجلس النواب يعني أشرف أن أكون عوض مجلس النواب وكيل لجنة خطة والموازنة شفت ظهرتين أول مرة شوفهم أولا السرعة الشديدة في التعامل مع القانون القانون أحيل لمجلس النواب يوم الحد وأحيل لجنة الخطة والموازنة يوم الحد إحنا لجنة الخطة والموازنة عقدنا اجتماع فورا لأهمية القانون يوم لاتنين ونقشنا القانون وعدنا التقرير وأدرج في الجلسات العامة وتم الموافقة لليوم النهاردة شفت ظهرة تاني أو مشهد تاني أن جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب كلها والمستقلين بتشكر الحكومة على إعدادها لهذا القانون واستجابتها المصريين في الخارج بكل يعني الطيارات السياسية اليمين والوسط واليسار والمستقلين الكل أجمع وحضرتك يعني كنت موجود معنا وشاهدت ده بنفسك الكل أجمع بكل التيارات والتنوع السياسي على شكر الحكومة على استجابتها المصريين في الخارج وإعداد هذا القانون وعلى الحرفية في صياغة القانون القانون تم إعداده بشكل جيد وشكل حرفي فده ليه القانون اتعامل وكيفية التعامل معه من الحكومة ومن مجلس النواب لما نجي نتكلم عن القانون القانون ببساطة شديدة كده بيتكون من 9 مواد زائد مادة النشر اللي هي رقم 10 10 مواد 9 مواد ومادة النشر بيتكلم عن إيه بيقول في مادة الأولى إن أنا مصري مقيم في الخارج وعايز استورد عربية طيب الدولة هتعفيني من الرسوم الجمركية ومن الضرائب القيمة المضافة ومن ضرائب الجدول ومن الرسوم التانمية هتعفيني بنسبة 100% صفر في مقابل إيه في مقابل إن أنا قيمة الرسوم والضرائب دي هعملها وديعة بالدولار في الحسابات المصرفية لحسابات وزارة المالية في مصر حلو أنا القيمة دي معفي منها هودحها كفلوسي أنا كمصري مقيم في الخارج فلوسي أنا ملكي أنا وديعة بإسمي أنا عند الحكومة المصرية في الحسابات المصرفية لوزارة المالية ده ببساطة شديدة رقم واحد في القانون طيب القانون ده ينطبق على مين ينطبق على كل مصري مقيم في الخارج وليه إقامة قانونية ثارية طيب هنا أصيرت عدة تساؤلات من المصريين في الخارج ومن السادة النواب طلب لو أنا مصري مقيم في مصر وليه إقامة في الخارج إقامة قانونية سارية في الخارج هل يحق لي وأنا مقيم في مصر حاليا أن أنا استفيد بالمبادرة أوي يحق لك أن أنت تستفيد من المبادرة طالما أنت ليق إقامة قانونية سارية طيب تساؤل تاني لو أنا مزدوج جنسية لو أنا عندي جنسية مزدوجة يحق ل أن أنا أستفيد بالمبادرة دي أيوة يحق لك أنك أنت تستفيد بالمبادرة لأن أنت مصري والجنسية التانية دي إضافة ليك فيحق لك أنك تستفيد بيها طيب السن أكتر من 16 سنة يستفيد من هذه المبادرة من هذا القانون يستفيد من تطبيق هذه القانون الحاجة التالتة أن يكون لك حساب مصرفي مفتوح في أحد البنوك في الخارج مر عليه ثلاثة أشهر طيب إحنا أسرة يحق لنا كأسرة أن إحنا نستورد عربية واحدة ولا نستورد خمس عربيات لو ينطبق علينا الشروط على الزوج والزوجة والأولاد لا نستورد خمس عربيات طيب أن كل واحد فينا بينطبق علي الشروط السن الإقامة القانونية الحساب هنا استثنى من الشرط أن كل واحد في الأسرة يكون لي حساب مصرفي مفتوح من ثلاث شهور حساب الأمر يكفي رب الأسرة بس الزوج ويعفى من هذا الشرط الزوجة والأولاد فإذي الشروط الشروط اللي بنتكلم عنها اللي حق لها الناس اللي هي تستورد طيب بنتكلم عن حاجة تاني النظام هيكون النظام إزاي الحكومة هتعمل موقع أنا هدخل أسجل البيانات الخاصة بي على الموقع والخاصة بالسيارة اللي أنا عايز أستوردها وهتحصل لي هتصدر لي موافقة استرادية لمدة سنة على أساس أن أنا استورد وأنزل هذه السيارة أنا بحط السيارة الموديل المواصفات مواصفات السيارة والمواصفات الخاصة بي طيب أنا في السنة دي يعني حصل عند ظروف ومش أقدر استورد السيارة من حق أن أنا أسترد الوديعة بتاعتي خلال السنة بالعملة المحلية لأن استرداد الوديعة سواء خلال السنة أو بعد الخمس سنين بالعملة المحلية ولكن بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد وقت الاسترداد سواء حصل ظرف ومش أستورد محققتش الاسترواد خلال السنة أو حققت الاسترواد وهسترد بعد خمس سنوات أسترد الوديعة بتاعتي بالعملة المحلية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد طب أنا خلال السنة دي ويرت رأيي وعايز غير موديل العربية ما فيش مشكلة طبعا ما في خلال السنة الاستردادية بس هشوف بقى لو انت الوديعة لو انت الرسوم والجمارك والضرائب اللي على الموديل الجديد أعلى هدفع فرج الوديعة لأجل ما حدش التطرق لها ممكن اللايحة التنفيذية تتطرق لها لكن القانون ما تطرقش لها تطرق ان لو أعلى هدفع الفرج أجل دي ممكن تناقش في اللايحة التنفيذية ان حضرتك عارف ان القانون ما بيستوعبش طبعا كل التفاصيل اللايحة التنفيذية بتعمل عشان كده عشان بتعالج كل التساؤلات دي